من أعظم الاكتشافات اللي حصلت على مدار التاريخ هو اكتشاف حجر رشيد لأنه يعني من قبل قرن الـ 18 الميلادي ما كانش حد عارف حاجة اي هو ده يعني ساهم بعدها في فك رموز اللغة المصرية القديمة وتأسيس علم المصريات ده من خلال قراءة نصوصه اللي اتكتبت بثلاث لغات مختلفة وهي اليونانية الهيرغلوفية والديموطيقية طبعا كلنا عارفين ان اللي فك رموز دي شامبليون سنة 1822 واحنا النهاردة او الفترة دي بنحتفل فترة دي مش النهاردة بنحتفل بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد معنا الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة السياحة والاثار اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو وهيعرفنا أسرار كتيرة صباح الخير على حضرتك أقول لحضرك سبق صباح اللوتس هنتكلم مصر قديم بنتكلم باللغة المصرية القديمة صباح اللوتس أرف حضرك سبق صباح اللوتس يا يامني أهم الزور في مصر القديم صباح اللوتس يا أستاذ أحمد والأستاذ بسانت وصباح الخير على مصر كلها حضرتك يعني يعني 19 يوليو يوم فارق في طريق مصر السنة دي سنة مميزة جدا أولا يعني السنة دي كنت أتمنى أنه كل وسائل إعلام وزي اللوجو ما احنا كتبينه كده يعني الجمهورية الجديدة كنت أتمنى أنه بنحط مكانه اللي هي 100 سنة على اكتشاف مجبر التوت أنت عارف حضرك سنة رقم يعني رقم 22 دي مميز جدا لأن 1822 فاك رموز حجر رشيد احنا بناخد الخبر سهلي لكن والله فندم الخبر مهم جدا 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 كنت أتمنى زي ما بنعمل اليوم العلامي للقهبة واليوم العلامي مش عارف لأي حاجة كان يبقى اليوم العلامي الاكتشاف لأن دي أقدم أبجادية في الدنيا دي بسموه أبجادية كونية وكنت أتمنى أن نفضل طول الأسبوع نتكلم كده ونقول للعالم كله احنا أول ناسع مننا اللغة دي لأن كل اللغات اللي موجودة في العصر الحديث متخدم من الكتابة المصرية القديمة نقولش لغة لأنه لغة منطوقة هل مرشف موقعنا بانطاقه ازاي لكن متخدم من الكتابة المصرية القديمة فبالتالي هذا اليوم فرق جدا 22 برضو 1922 كان عندنا اكتشاف أكبر مجبرة وأهم مجبرة توت الملك الترند اللي في كل الدنيا كلها السنة دي ان شاء الله يعني 2022 ان شاء الله عندنا فتفتاح المتحف المصري فسنة 22 هي سنة مميزة جدا في تاريخ مصر سواء في حل او في اكتشاف رموز حجر رشيد او مجبرة توت او عندنا السنة دي ان شاء الله متحف المصر احنا قبل 1800 ما كناش عارفين اي حاجة عن اللغة لا لا اطلاق احنا كنا يعني المصري هو كاته هناك بعض المحاولات مش عايزين نقول شامبلين لوحده ولكن كتفي علماء سبقه احنا عندنا واحد اسم ابن وحشية وهو كتعالم عراقي كان بيجيد لغة كتير جدا كانت له بعض المحاولات وكان فيه واحد اسمه دي ساسي وفيه كان فيه ويونج دراجل كانت محاولات فقط ولكن الذي تمكن منها احنا عندنا الحجر دي بس عشان ندرك اهميته او ندرك دوره ده اول حجر تكلم في التاريخ يعني قبل كده كانت الناس بتزور الاصار او بتشوف الاصار لا تدرك معناها ولا تدرك قمت فاحنا عندنا اول حجر تكلم في التاريخ تاني حاجة ان اول حجر كان اعلام الناس اللي ما تعرفوش ان محاول حجر رشيد لوحده الهدف هو سنة 196 قبل الميلاد كان هناك الملك او الامبراطور او ملك مصري حكومه في هذا الوقت اسمه بطليموس الخامس هذا الرجل خفف الضرائب عن المصريين او عن الكهنة فالكهنة ارادوا ان يعبروا عن شكرهم لهذا الملك فرحوا كتبين هذا المرسوم يعني مرسوم قانون المرسوم ده كتبوا بتلت لغات بلغتهم لغة الكهنة اللي هي اللغة المقدسة وبالكتابة الشعبية فيه اللغة الشعب اللي هي الكتابة طواتقية وبلغة الدولة الحاكمة او اللغة الرسمية في هذا الوقت وهي اللغة اللاتينية او اللغة الينينية او اللغة الابرقية فانا عندي اول مرسوم في الدنيا بيلتهوا علاقة بالضرائب ومعروف ان الدرائب عندنا في مصر مشكلة كبيرة جدا لكن اول مرة يصدرنا مرسوم تخفيف الدرائب للتلتين فيعني دايما مشت ضرائب مع مرسوم جدا التانية حاجة ان هو اعلام لانهم مش عملوا نسخة واحدة ده هم عاملوا مجموعة من النسخ عاملة زي كده حضر ريكما بتعمالي جريدة وتوزعية ووزعوها على المعابد الكبرى بشكروه فاهمنا بقى بالراحة النقطة زي يعني زمان كتبوا المرسوم ده بتلات لغات مختلفة منها لغة اللاتينية اللي لسه عايشة كانت لغات قريب فاحنا عرفنا منها شوية حاجات أنا بس أعرف حاجة إن جدك كان زكي قوي المفروض إن في الوقت ده هو الدولة هو محتل فلما يبقى محتل المفروض يكتب بلغة مين أو يحط الخط الأول خط مين هي ما نقولش تلات لغات هنقول تخطين لأن الكتابة المصرية القديمة اللغريفي والدوموتيكي خط واحد بس شعبي وزي ما قولوا الرقعة ونسخة وبعدين عندنا اللغة التانية اللي هي اليوناني فجدك كان عايز يعبر عن الهواية المصرية ودايما معتز بنفسه فيحط الخط الأول اللي إحنا منه 14 سطر فقط الكتابة اللغريفي وبقالين يحطه اليونانية في آخر حاجة يعني عايز يقول للمحتل رغم أن انت رسالة يعني كان رسالة في الأخير رسالة زي يقولوا باعتزازه بشخصيته ولم يعترض الحاك ليه لأن دايما حكام مصر مصر يتغذل كتير جدا ولكن لأن مصر قتل أكثر ثقافا وتحضرا هي كان الدولة المهيمنة ثقافية على عالم كله حضارة اليونانية تدين بالفضل الحضارة المصرية الحضارة الرومانية اللي خدت من اليونانية تدين بهذا الفضل لذلك دايما بسأل سؤال لماذا لم تتقدم أوروبا إلا بعد حملة فرنسية لماذا قتا عندما قتا نبيليون مصر جاب 167 عالم معاه لماذا قام نبيليون بعمل كتاب وصف مصر ولم يعمل وصف فرنس ما تعمل عندك يا عم انت جا تعمل لان كتاب وصفه لأن كل العلوم اللي كانت الحاملة الفرنسية في الثلاث سنوات دول خدت للأسف كل العلوم المصري الحاجة التانية عندنا دايما الحاجة رشيد بنتكلم عنه يعني للأسف فيه ناس ما تعرفش إنهم موجود في إنجلترا هم بانوا على ما وصل إليه المصر القديم بكل علوم خلينا دكتور نتكلم تحديدا في صلب الموضوع اهمية اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه هو المفتاح احنا قبل حجر رشيد قبل ما نكتشفه سنة 1799 ممكن نشرف حاجة وعايز أبلا حضرتك إن الزبط اللي لقاه كان زبط زكي وأكيد كان عارف أو حاسس لإن إحنا كان مقات الأحجار أو ألاف الحجار لأما كانوا بياخدوا المعابد القديمة ويعملوا عملية ريوز لإن إحنا لقينا هذا الحجر اللي هو كان جاي من أحد العابد المصرية موجود في قلعة من القرن الخمستاشر محطوط في الأساسات وكان معروفا أنت لو رحت القاهرة الفاطمية دلوقتي أو قاهرة المعز هتجد ألاف من التماثيل والأحجار متخدم من المعابد المصرية جاي من منفق أو مدينة قول طب هو الزبط ده أدرك إزاي وهو مجرد زابط ودرس التحصنات العسكرية إن هذا الحجر اللي هو أمي والدليل على ذلك إن تخيل حضرتك لما لقاه رح مبلغ مينه ومينه كان بيعدل حفلة زواجه مش فاضي لأنه كان بتعلن إسلامه وتزوج فيلم كبير كده فتخيل لما الزبط لقى الحجر أدرك إنه له أهمية وراح رايح بسرعة يكلم مينه قال له إلحق أنا لقيت شيء مهم جدا فقال له خد مجموعة من الجنود وما كانش في طبعا صراحة وحاجة ومشى في نهر النيل عشان يحرصوه وجابه المجمع العلمي اللي هو موجود في السيدة زينة وبعد كده رح نقله الإسكندرية فمعنى كده إنه أدرك أهميته وكانت هناك مجلة أو جريدة بتصدر فرنسية في مصر أزعت الخبر لأن إيه اللي يخل إنجلترا تدرك أهمية هذا الحجر نشر الخبر في كل الأماكن أو في كل إيه إحنا لقينا حجر نعتقد إنه مهم لأن حضرتك اللغة اليونانية كانت في هذا الوقت اللغة معروفة فبالتالي قدرنا نقرأ النص اللي إيه اللي هو اليوناني سؤال تاني بطرحه طب هو لما هم عارفين النص اليوناني ليه قعدوا من 1805 لغاية 1822 قعد 17 سنة حل فيه فيه مشكلة كبيرة أو فيه حاجة كبيرة جدا لهم دانين عليها لما جات بعد كده حاصل موقع تبوكير البحرية وين هزموا بدأت إنجلترا تاخد كل مقتنيات الحملة الفرنسية حولت فرنسا أنها تاخد هذا الحجر والدري لدرجة أن مينو خطوا تحت المغزن وتحت السجاد عايز دريه ليه لأن أنا أدرك له دور الناس لازم تقرأ التاريخ كويس إنما يعني يعتبر أهم حاجة في العالم كله هو هذا الأثر شامبليون قارن الكلام المكتوب على الحجر ده باللاتينية باللغة الهيريغلوفية ومن هنا عرفنا الحروف بتتكتب إزاي آه أنت رأيك مهم جدا لكن هو الراجل دي كان ذاكي الراجل أدرك إنه اللغة دي ما ماتتش في مصر طب اللغة دي موجودة فين؟ قال موجودة في الكتابة الكبتية فجاب واحد اسمه يوحنى الشفتيشي إحنا لازم نعرف نفتخر بأجدادنا يوحنى الشفتيشي دي كان راجل كاهن مهاجر لفرنسا وكان في داخل الكنيسة راح له قال له علمني الكتابة الكبتية اللي هي ما زالت تمارس في الكناز حتى الآن ومن خلال لأن معروف الكتابة الكبتية لما جات الإنجيل كان باليوناني فهم خدوا جزء من اللغة 20 حرف من اليوناني و 6 حروف من الكتابة المصر القديمة فاللغة الكبتية أو الكتابة الكبتية واخد مصر قديم فالرجل تعلم الكتابة الكبتية وكانت هي المفتاح لحله فلازم نقول لأولادنا إنه مش شاملون لوحده ده حنا عندنا يوحن الشفتيشي ساهم في هذا الموضوع هو بدأ المفتاح إزاي إن كان كل أسماء الملوك كان بتكتب جوا حاجة اسمها بيضاخط حاجة بيضوية اسمها الخرطوش الخرطوش اللي هو خرطوش البندقية بعد ما تنضر فهو بدأ يجيب اسم كلوباترا واسمه طليموس وبدأ أعمل مقارنة وزي ما قلت لحضرتك لو حضرتك بسانت لما تيجي تكتبها بالإنجليزي 90% أو 100% من الحروف هي بسانت في الإنجليزي هي بسانت في العرب فبدأ أعمل كمبارزون وقدر ومش حاجة رشيد حاجة رشيد داني حوالي لإن إحنا عندنا 14 خط هلوغريفي وحوالي 7 أو 45 خط يوناني هو كان المفتاح يعني داله 20% من الحروف ولكن بعد كده بدأ يجيب مسالات وأقول لحضرتك إن الشام بليون لم يظهر مصر لما اكتشف حاجة رشيد كان صغير عنده حوالي 8 سنوات وفضل لغاية مفك رموزه الكتابة المصيرة القديمة لم يظهر مصر مجاش خالص لكن بعد للأسف جاه وغلط غلطة كبيرة جدا بدأ يتقرب لحمد علي وخده المسالة بتاعتنا اللي هي مسالة الكونكورد وكانت السبب فيها هزا لإيه هزا الرجل فرغم إن إحنا بندين له بالفضل بفك رموزه اللغة لكن بندين له النوء للأسف خد منه أجمل وأهم مسالة هي مسالة مصرية ولكن خدها ودها فرنسا يعني موجودة حتى الآن طب اتفكت رموزه اللغة إيه اللي احنا اكتشفناه من أسباب وراء استخدام اللغة الهيرغرافية فتحت زي ما قالت أستاذ بسانت في أول لقاء احنا مكنش عارف حاجة على المصرية وكانت بالنسبة لأي حد بيزورها مصر طول عمرها فيها سياحة لأن معروف إن مصر قد طريق الحج القديم ما كانوا بيروحوا القدس أو بيروحوا مكة كانوا بيعدوا فكانوا بيشوفوا الحاجات إيه ده يعني إيه اللي موجود فبالتالي قدرنا نتعرف على الحضارة المصرية قدرنا نؤسس العلم اسم العلم المصريات اللي إنه مصر يا الدولة الوحيدة على المصطلع العالم اللي العلم يتعرف اسمها قدرنا نعرف في الداخل وبدأت لكن للأسف بدأت حاجة غريبة جدا إن قناص الدول لما قدركوا إن هذه الأسار لا قيمة قناص الدول ما كانش بتلعب سياسة كانت بتلعب أسار ومعروف إنه عندنا واحد اسمه سول وادروفتي بدأوا يتجروا في الأسار وبدأوا يخرجوا كميات مهولة من الأسار لدرجة قدرتها بعض الوكالات أو وعد الأشياء بحاولة ستة مليون أسار خرقوا ليه؟ نتيجة إنهم لقوا إن هذه الأسار لها قيمة فبدأت تتحول لما اكتشف حاجة رشيد أدركوا أهميتها فخرجوا لنا يعني كميات ضخمة جدا من الأسار يكفي المتحف البريطاني فيه 100 ألف قطعة المتحف اللوفر أكتر من 150 ألف قطعة فإحنا بنتكلم على الأرقام مولة جدا فيعني اكتشف حاجة رشيد ضرنا وقفدنا هو قفدنا أنه فتح أفاق الحضارة المصرية وأدركنا أهميتها لكنه ضرنا للأسف لأنه خرجت ملايين من قطع الأسار إلى إلى الخارج طيب يعني إحنا بس مش عايزين ننسى أنه مبارح يعني طوافقه من 19 يوليا عندنا حدث مهم من الناس بيكلامش عنه هو بداية السنة المصرية القديمة إمبارح بداية عيد اسمه عيد النقطة جدا كان بيعتقد أن نهر النيل بينبع ما كانش عارف هو جاي منين فكان بيعتقد أنه جاي نتيجة بكاء إزيس على زوجها إزوريس فكان عرف الموضوع ده إزيس عرف الموضوع ده أنه كان عنده علم ما يسمى العلم الفلك بمعنى واحد يقول الفلك في القرر يعني إحنا بنتكلم على 4 أو 5 ألف سنة أيها الله يفن كان هناك مرصة فلكي في مدينة قون المصر القديم كان ربط الفلك بحاجة مهمة جدا فيه عندنا نجمة اسمها في العربي نجمة الشارع اليمانية والاسم القديم بتاعها اسمها سوبدة هذه النجمة كان بتقعد 70 يوم مختفي ولكن تيجي مبارح قبل شروق الشمس تظهر وتحترق عندما تحترق هذه النجمة يقولوا أنه نهر النيل أو الفيضان بدأ يجي لأنه معروف أن فترة الفيضان إحنا لغاية أو ستمبر الفيضان بقعد حوالي 13 شهر كيف أدرك الأجداد منذ آلاف السنوات عن طريق علم الفلك يقدرون يحددهم أن إمتى يأتي أو تسقط الأمطار على هضبة الحبش لازم نعلم أولادنا أن أجدادنا كانوا شهرين جدا 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 أنا عايز أقول لحضرتك أنه الدكاترا في إنجلترا اكتشفوا لسه حاجة مؤخرة أنه أسلم علاج للتورمات التي تحصل في المخ أن نعمل ثقب في الدماغ فالمصري القديم لم يكن فقط بارع في الكتابة ورسومات وبناء المعابد والجدران لا كمان كان بارع في الطب وطب نتكلم على الجراحة والأسنان هما أول من اخترعوا تقويم الأسنان يعني عندنا في المتحف الحضارة واحد يعني أحد الناس صبع وتقطع ركب له صبع تعويدي ومشي يمكن أن نشوفنا في متحف الحضارة نحن في الجديد شوفنا الجهاز التعويدي والسنان يا فنم لما أحد بعمل التوصيل أعمل كبر يوصل بين السنتين أصلا اللي يدرس اللي يدرس التحنيط واللي يخلي الجسد يقعد لأن للأسف والله يا أستاذ أحمام اليوم اللي فاتت أسيرت بعض الفتاوي أنا للأسف بقول أرجوكم خفوا علينا شوية يقولك أن المميوات حرام ونبش الكبور حرام فأردنا أن نقولهم والله أبدا ده علم يا جماعة والناس اللي توصل لعلم التحنيط تباشطرة جدا في الطبق عشان نكمل نعرف إحنا كنا فين وبصنا الفين ونكمل على اللي إحنا وصنا الله وعلم وعلم يدرس في العالم كله دكتور مجدي شاكر كبير الأثاريين بوزارة السياحة والأثار في الحقيقة عشان نتكلم على تاريخ أجدادنا محتاجين يعني شهور وسنين مش حلقات بس يعني فإحنا بنشكر حقيقي على وجودك معنا في صباح الخير يا بصر صباح اللوتس عليك على حضرتك أستاذ بسنسو على كل مشاهدي شكرا لك متأكدين نحن ما اكتشفناش ربع لسه الموجود لكن أكيد في الفترات الجاية هيبقى معنا أستاذ مجدي أكتر وأكتر عشان يشرح لنا